اليوم كانت مصر تحتفل مع شرطتها بعيد الشرطة السبعين يوم 25 يناير من كل عام بنحتفل بعيد الشرطة هذا اليوم الحقيقة له دلالات ومعاني كثيرة جدا بيتم التأكيد عليها كل عام لان احنا و احنا بنواجه اخطار من كل اتجاه بنبقى محتاجين ان احنا نأكد على معاني بعانها على دلالات بعانها 25 يناير 1952 ضربت الشرطة المصرية اكبر واعظم دليل على قوتها وعلى وطنيتها وعلى انتماءها وعلى ولاقها وعلى وفائها وتمسكها ليس بالارض فقط ولكن بالكرامة الوطنية في هذا اليوم زباط الشرطة رفضوا تسليم مبنى محافظة الاسماعيلية الى قوات الاحتلال الانجليزي معركة لم تكن متكافأة على الاطلاق احتلال بقوته وبعتاده بغطرسته وبغروره وبعناده وبتجبره وبتكبره امام مجموعة من رجال الشرطة الا اسلحتهم اسلحة يعني باي مقياس من مقاييس المقارنة اللي هيقولك هذه يعني معركة محسومة يعني ناس هتقاوم ايه لكن ظل رجال الشرطة المصرية يقاومون حتى اللحظة الاخيرة لو انت لما تيجي تبص تلاقي فيه عندك 50 شهيد 80 جريح في هذه المعركة اللي كان نتيجتها مصر خرجت مرفوعة الرأس الشرطة المصرية خرجت مرفوعة الرأس وهو ده المعنى اللي احنا بنفضل مسكين فيه انه يعني العمود الفقر لهذا البلد اللي هو متمثل فيه جيشها ومتمثل فيه شرطتها طول الوقت بيبقى عندهم هذا المعنى واضح ان انا لا افرد فيه امن هذا البلد ولا افرد فيه كرامة هذا البلد ولا افرد فيه استقرار هذا البلد هذا اليوم هو يوم جدير بالفعل بان احنا نحتفل فيه بعيد الشرطة وعايز اقول لحضراتكو كمان على نقطة مهمة جدا انه لما حاول البعض سرقة هذا اليوم وانتزاعه وتنظيم يعني مظاهرات في بالعند في الشرطة في الاخر الشعب المصري انتصر لشرطته قامت الشرطة واستعادت نفسها وقويت الى درجة لا يتخيلها احد واصبحت اكثر علمية واكثر عصرية واكثر حداسة وكأنها بتقول انه مهما كانت هناك محاولات للتربص بالشرطة من بره من جوه الى ان الشرطة المصرية ستظل قادرة على المقاومة ويتظل قادرة على البقاء معركة اسماعيلية كمان فيها مهم جدا لانه ورجال الشرطة بيقاوموا قوات الاحتلال البريطاني ويعني حتى اخر لحظة كان اهالي اسماعيلية بيقدموا ليهم كل الدعم وهنا المعنى اللي احنا عاوزين نفضل متمسكين به انه طول ما انت جيشك وشرطتك وشعبك ملمومين حوالين بعض ملتفين حوالين بعض محدش هيقدر ابدا لا يكسر البلد دي ولا يقترب من البلد دي ولا يهز امن البلد دي فالحقيقة بتبقى فرصة طيبة في هذا اليوم اننا نتقدم بالتحية الى رجال الشرطة على مختلف عصرهم الحقيقة لانه هم اثبتوا طول الوقت انهم كف لمعاني الوطنية ومعاني الولاء ومعاني الوفاء ومعاني العطاء لهذا البلد ويمكن ده اللي كان واضح النهاردة لو جينا نقيم الاحتفال اللي حضروا سيادة الرئيس عبدالتاح السيسي في اكاديمية الشرطة هتلاقي ما بين معانيين كبار معنى العهد ومعنى سمن الاستقرار للبلد اللي شهداء دفعوه سواء شهداء من الجيش او سهداء من الشرطة وهذا يومهم النهاردة لكن العهد اللي هو كان حتى اخر واحد في جهاز يعني اخر واحد انضم الجهاز الشرطة هو يجدد النهاردة العهد لمصر ولرئيسها بالحفاظ على مبادئ هذا الجهاز العظيم اللي هو طول الوقت احنا بنبقى ركنين عليه وبنبقى واسقين فيه وبنبقى عارفين انه هو لا يسمح بيه اي تجاوزات لا يسمح بيه اي انفلات لا يسمح بيه اي تجاوز حتى في حق البلد او في حقه ويمكن كان النهاردة فيه يعني اوبرت غنائي اكد على هذا المعنى احنا هنسمع بس جزء صغير منه اللي هو المعنى اللي انا بقول عليه اليوم كان يوم تجديد العهد في اتنين وخمسين خمسة عشرين يناير اتنين وخمسين كان فيه حفاظ على العهد ان هما يحموا البلد والنهاردة فيه الاحتفال بخمسة عشرين يناير في عشرين اتنين وعشرين يجدد رجال الشرطة العهد للدولة المصرية للبلد للوطن وللرئيس ان هما لا زالوا يعني ممسكين ولا زالوا متمسكين بالعهد هو على العهد باقي عشان كمصر وكانه النهاردة رجال الشرطة يجددون العهد للوطن يجددون العهد للدولة المصرية بالحفاظ عليها والعمل من اجل امنها واستقرارها للتأكيد على الرسالة الاساسية لما تكلم الرئيس الحقيقة توقف عند قيمة كبيرة جدا وهنا المعنى التاني في هذا الاحتفال حكلمنا عن المعنى الاول اللي هو معنى العهد معنى التاني اللي هو السمن الذي دفعته مصر من دم ابنائها ومن دم شهدائها ولان انا في حضرة الشرطة فاحنا بنكلم عن شهداء الشرطة النهاردة الكلام كان واضح ان البلد ما كانتش هتوصل لاستقرارها والامناها وان يبقى عندها فرصة انها تبني وتعلي وتكبر وتنمي وتنهض الا بهذه الدماء اللي هي تمن غالي جدا صحيح لكن عندما يكون هذا التمن مقابل استقرار الوطن فاحنا بنعتبره تمن زهيد قيمته الانسانية عالية قيمته الوطنية ان الوطن لا يستحق ما هو اكثر من ذلك وعشان كده انا بعتبر ما قاله الرئيس في هذه الجزئية يعتبر دستور لنا جميعا لابد ان نتمسك به خلينا نسمع الرئيس قال ليه احنا صحيح الانجاز اللي تم فيما يخص ضحر الارهاب كان انجاز كبير اوي وكمان كان تمنه كبير اوي وعشان كده اسمحوا لكم ان احنا دايما محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر ابنائنا الذين قدموا والذين اصيبوا ايضا في هذه المعركة من ابناء الوطن من كل ابناء الوطن وانا لما بكلم في النقطة دية وبحاول ان انا استدعيها مش كفقرة نقولها في خطاء لا كتمن دفعته مصر وابناء مصر وشعبها ارجو ان احنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش ابدا ان فيه تمن كبير اوي اتدفع خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان نصل الى هذه المرحلة فاسمحوا لي مرة تانية وتالتة ان احنا نوجه التحية والتقدير والاحترام وعايز اقول الاسر الاسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب احنا مش هننسى ابدا ابدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بابنائكم لهذا الوطن مش هننسى والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل ابنائكم اللي تم اللي سوشهدوا لا الفضل هنا ان احنا حيكون تمن هذي الشهادة وهذي التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة هو ده اللي انا بس عايز اعكده معكم عشان تبقوا عارفين ان التمن للدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعود صحيح لكن عزاكم فيه ان هو تمن لبلد فيها ميت مليون الميت مليون دول يعيشوا ان شاء الله في امان وسلام واستقرار وتقدم هو ده الدستور الانساني والدستور الوطني اللي احنا بنتكلم عليه انه لما تعرضت مصر ليه الخطر الكبير جدا زي ما كنا بنقول دايما من منتخب العالم في الارهاب مصر كانت ما كانتش بتواجه جماعة بعينها ما كانتش بتواجه يعني مجموعة من الارهابيين بعينهم مصر فعليا كانت بتواجه منتخب العالم في الارهاب يعني ناس من جنسيات مختلفة او اجهزة مخابرات لدول مختلفة كانوا مستهدفين هذا البلد ولما كنا بنقول انه كل واحد في الجيش وكل واحد في الشرطة ده بنتعامل معه انه شهيد تحت الطلب لانه في اي لحظة يمكن ان يجد نفسه في موقف هو لن يبخل على مصر بروحه في هذا الموقف فهذا الدستور بيقول انه البلد دي ما استقرتش البلد دي ما استردتش امنها البلد دي ما قدرتش تبني وتعمر الا لانه في ناس لم يبخلوا عليها بدمهم ودفعوا هذا الدم تاما كده عشان بس زي ما الرئيس بيقول فيه 100 مليون يعيشوا في امان اسر الشهداء الحقيقة لما بنتكلم معاهم او بنقابلهم في مناسبات مختلفة بتلاقي كده ربنا منحهم هدوء وسكينة ورضى واقتناع فعلي بما يقوله الرئيس بانه هم ولادهم ارواحهم مراحل شهادة ولذلك انا كنت دايما بقول ايه اقول يعني اكبر عزاء لأهالي الشهداء ان احنا نحافظ على البلد اللي ولادهم دفعوا دمهم عشان البلد دي تفضل متمسك لانه لو البلد دي ما فضلتش متمسكة وامناها ضاع واستقرارها ضاع وما ادري لاش نتقدم في اللحظة دي بس ممكن اهالي الشهداء يبقوا شايفين انه دم ولادهم راح حضر لكن طول ما البلد وقف على رجليها هيبقوا عارفين انه التمن للدفع دا ليه جدوى التمن للدفع دا في مقابله هم شايفينه شايفينه في نفسهم شايفينه في ولاد ولادهم الشهداء اللي ماتوا وشايفينه في بلد الحمد لله ماشي ليه الامام دائما صحيح هم الفقد صعب والفراء صعب والحرمان من ولادهم صعب لكن في لحظة معينة لما بتلاقي انه روحك دي او دمك دا بتديه للبلد بيبقى حاجة بسيطة جدا عشان بلدنا كلها كلام مش كلام انشى لانه انا اعتقد انه اي واحد ممكن يلاقي نفسه في الموقف دا هيفكر بنفس الطريقة يعني ممكن الناس يقول لك ايه لأ انتو بتقولوا الكلام كده في الاعلام كلام انشائي انا اعتقد انه كل واحد فينا لو لقى نفسه في الموقف دا لن يتردد ابدا انه يفدي البلد طيب خلونا نستمع من دكتورة نجلاء سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود دكتورة نجلاء اهلا بيك يا فند اهلا بحضتك يا استاذ محمد اهلا بيك يعني في هذا اليوم اليوم الشرطة والنهاردة كان فيه يعني التكريم واحتفاء وتسكير بيئة الشهداء وتضحيتهم لما تباتي هذا الاحتفال النهاردة يعني ايه المعاني اللي تجسدت عندك واذا الذكريات اللي تجددت امامك والله النهاردة يا استاذ محمد يعني انا كنت مبسوطة جدا ان احنا بنحتفل بعيد الشرطة السبعين واني لسه ما زال الاعلام ومصر كلها بتكون بتحتفل بعيد الشرطة وفاكرين الشهيد البطل عميد عمر عبد المقصود نايد مامور اسم شرطة كردسة طبعا انا فخورة بان انا زوجة البطل وعايزة اقول شعب مصر كلها ان الشرطة المصرية شرطة بلدنا هي حسن الامن والامان هم دول اللي قدموا التضحية والفداء وطبعا اسمح لي ان انا اقدم كل وقت تقدير واحترام لوزارتي من قيادات وزارة الداخلية مع علي الوزير وكل القيادات كل سنة وانتوا بألف خير وصحة وعيد شرطة سعيد ان احنا بنحتفل النهاردة بالعيد السبعين للشرطة المصرية وبنشوف قد ايه فخامة الساد الرئيس النهاردة من خلال التكريم وبكاءه لما شاف ابناء الشهداء فده شيء مشرف جدا جدا واني طبعا لولا وجود فخامة الساد الرئيس انه هو يعني خرج مصر من نفق مظلم كنا دخلين عليه خلال السبع سنين اللي فاتوا فنحنا بنقول اني دي مصر جديدة سيادة الرئيس خلق مصر جديدة وقد ان هو دايما بيقدم الدعم المعنوي لأسر الأبطال ودايما يتكلم يقول لك ابناء الشهداء دول ابناء مصر ورجال الشرطة المصرية ورجال القوات المسلحة فاحنا فخورين والنهاردة يعني انا انا بجده اكتر حد يمكن مبسوطة جدا جدا الحمد لله ان انا قدرت من خلال حزني ان انا اقدر احاول التقى تلبية التقى ايجابية بالعلم وان الارهاب ما قصرنيش بالعكد الارهاب اواني الحمد لله ذكرت التاني واخدت بكروس اعلام والنهاردة انا حصلت على درغة الماجستير بتأدير امتياز شكرا يا فندم وانا فخورة جدا ان انا بحصل على درغة الماجستير من الاكديمية البحرية وبقول للعالم كله هما دول زوجات الابطال الوقفين ومكملين المسيرة وان انا بنت وزارة الداخلية وفخورة ان انا اكون جزء لا تجزأ من هذا الكيان العظيم صحيح بشكور جدا دكتورة نجلاء سامي زوجة الشهيد العميد عمر عبد المقصوم انا هاخد من كلام دكتورة نجلاء يعني حاجة هي قالت انا زوجة البطة نهاردة قبل الاحتفال كان التلفزيون بيزيع لقاءات مع عدد من يعني اسر الشهداء وفيه زوجة احد الشهداء ويا بتتكلم بتقوله انا زوجة الشهيد فلان الفلان فالمزيع قال لها زوجة الشهيد ولا ارمالة الشهيد قالت له لا زوجة الشهيد لانه انا بتعامل معاه انه هو حي انه ما ماتش فهو ما ماتش عشان اقول ان انا ارمالة الشهيد لا هو لا يزال حي وانا بتعامل معاه انه لا يزال حي فانا زوجة الشهيد ولست ارمالة الشهيد انه وما ماتش